ومنذ انقلاب أمير قطر السابق على أبيه في عام 1995 والعلاقات بين قطر وإيران تشهد تطورا ملحوظا ومتسارعا في مختلف المجالات ما يطرح تساؤلا حول ما إذا كانت قطر قد رضت بأن تكون بديل فشل طهران في محاولات تحكمها بعواصم الخليج مع نهاية العقد السابع من القرن العشرين كان الهدوء عنوانا لمنطقة الخليج ونقيضه على ضفافه الشرقي أتم الخميني ثورته ومن يستولي على ما هو ليس له تقض مضجعه فكرة يوم السداد فهرب من داخله المضطرب مشيرا ببنانه غربا إلى الخليج المستقر قائلا سأصدر لكم ثورتي فأنا مرشدكم الأعلى شكلت فكرة تصدير ثورة الخميني ونظام الولي الفقيه هاجسا أمنيا للمنطقة بأسرها لكن تلك الحقيقة لم يكن ممكن أن تطبيقها على قطر ففي وقت ضاقت فيه دائرة الثقة بين الخليج وإيران اتسعت فيه علاقات طهران والدوحة وهو ما اعتبرته الأولى فرصة لإيجاد موطئ قدم لها في مجلس التعاون لمواجهة دوله المتحدة ومنذ انقلاب الابن على أبيه في عام خمسة وتسعين والعلاقات بين البلدين تشهد مزيدا من التطور فقد تبادل رؤساء البلدين الزيارات والاتصالات والبرقيات والوفود بل تبادل البواقف الداعمة في مختلف القضايا والمحافل الدولية إلى أن وصل التعاون بينهما ذروته حين دعا أمير قطر السابق الرئيس الإيراني السابق محمود أحمد نجاد لحضور قمة مجلس التعاون كضيف شرف في عام 2007 في وقت كان التوجس الإقليمي والدولي قد بلغ أشده من أنشطة إيران النووية المثيرة للجدل إلا أن قطر أيضا كانت العضو الوحيد من بين 15 عضوا في مجلس الأمن صوت ضد قرار يدعو طهران إلى إبداء مزيد من الشفافية في هذا الملف في عام 2006 وقد شكل دعم قطر لجماعات إرهابية وتنظيمات متطرفة في المنطقة نقطة التقاء أخرى مع نظام طهران مثل حزب الله وحماس والإخوان ونظام الأسد قبل الأزمة السورية كما يجمع البلدان اتفاقا أمنيا عسكريا تحت مسمى مكافحة الإرهاب والتصدي للعناصر المخلة بالأمن في المنطقة تم التوصل إليه بعد أكثر من 12 اجتماعا رفيع المستوى بين البلدين بغية الوصول إلى هذا الاتفاق في عام 2015 الذي يشمل تعاونا لحماية الحدود المشتركة بين البلدين وإجراء تدريبات عسكرية مشتركة وعلى الرغم من عضوية الدوحة في مجلس التعاون إلا أنها رحبت أيضا باقتراح إيراني لإنشاء منظمة دفاعية أمنية إقليمية مع هدف إيران الأول دول الخليج العربية وكما نعلم فإن إيران تعلم أن قطر لها نفوذ بين الجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية المنتشرة في المنطقة الأمر الذي دفع طهران التي تقود هي الأخرى ميليشيات طائفية مسلحة في مناطق الصراع إلى مزيد من التنسيق بينها وبين الدوحة للحيلولة دون اصطدام غير متوقع يضر مصلحتهما وفي الجانب الاقتصادي فإن الحديث يطول عن علاقات البلدين المتميزة ولعل أبرز ما يمكن ذكره هو حقل الغاز المشترك بين البلدين في مياه الخليج العربي وهو ما بات عاملا إضافيا ليجعل قطر خيارا مفضلا لإيران وبعد أن تمكن الطهران من دمشق وبيروت وبغداد وتحاول جاهدة في صنعاء وفشلت في المنامة والرياض والكويت يبقى السؤال الذي يؤلبنا أن نطرحه ولكن ما تقوم به قطر تجاه المنطقة يجعله سؤالا مشروعا ولا بد لنا أن نسأله ونبحثه ونرسم له سيناريوهات ونضع له حلولا هل سمحت الدوحة راضية مرضية بأن تكون بديل فشل طهران في محاولات تحكمها بعواصم الخليج